في حاجات احنا بنرفض اننا نعترف بيها بيننا وبين نفسنا العلم بيقول ايه بس احنا احيانا كتيرا بنرفض الاعتراف زي مثلا ايه? اننا بنرفض ايه يا أستاذ؟ زي اننا بنرفض ان احنا اتعرضنا للاحراج مثلا او الرفض موضوع السالون اللي كنا نتكلم فيه الاسبوع اللي فات فكرة ان ازاي انا ترفض ده انا زي الفل او كراجل او ست لو حصل ما حصلش نصيب مع حد ممكن متواجهش المجتمع او متواجهش اغرب الناس ليها وتقول انا اترفضت بس ايه المشكلة انا قوية وقدر ابتدي بجديد والحمد لله مثلا احنا ما كملناش على كده لكن فكرة انه كمان هي احنا كلنا نتكلم في انه حد يرفضك من غير ليه يعني فجأة يقولك انت ست رائعة جدا بس الحقيقة انا مش هادر اكمل او انت رائع جدا بس تستاهل ست احسن يعني كده الخروب من غير ليه بساعات بيقلم بس لا احنا هنا بيتقولك الدراسة ان انت لازم تواجه نفسك تواجه الناس وفيش مشكلة وكده احسن وتبقى قوي فدي من الحاجات اللي بتقول عليها الدراسة الاعتراف اللي احنا بنرفض نعترف فيه صح حاجة تانية اننا مثلا احيان كتير بنرفض نعترف اننا لينا فضل على حد او في نجاح او في نجاح حاجة معينة يعني احنا مثلا ايه بنرفض نقول مثلا ايه لا او ما بنعترفش ان احنا لينا فضل على حد ما عرفش برضو دي لي دي مش حاجة عيب بالعكس حاجة نبقى فخورين بيها ونبقى عارفين ان احنا لينا دور او لينا لزمة في الدنيا لا بس انا فضل العكس انه حد يقول انت في يوم الايام ساعتيني عملتيني حاجة وانا مفضلش طبعا ان حد يقول او مني على حد وقوله انا ليه فضل عليك او حتى ولادي لكن حلو التقدير والأبروشيشن حلو لما يجي من الناس الاخرين يقولك انت كان ليك في يوم الايام فضل علي قلت كلمة وجهتلي مصاري نفعتني في حياتي طبعا ولكن احنا نقول دي مش نقول نعترف بينا وبين نفسينا لا مش نقول مش همشي عزل للناس انا قصدي ان فيه شعرة فيه شعرة صغيرة بس قصدي ان احنا نبقى عارفين بينا وبين نفسينا ده مش ان انا امشي اقول انا عملتلك والله ده انا وقفت جنبك وانتي كان تبقي فخورة بقعة في الارض ومش عارف ملكيش لازمة انا وقفت جنب انا جبتلك شغل الفلاني وانتي كنتوش لقي اتاكلي لا مش كده يعني بساعت ناس تجي تفكرك بحاجة عملتها انتي نسيها وده حلو او انك تعمل حاجة حلوة وتنساها بس زي ما انتي بتقولي احيانا فيه اسادزة كبار في الجامعة دكاترة بيعلموا ليهم جيل من الشبك بيقف فخور بيهم ماشي بيفتخر ان ده تلميزه وانه نجح على قديل دي حاجة جميلة جايز كمان تالت حاجة احيانا بيقولك بيننا وبين نفسنا مش بنرضى نعترف اننا ضعاف او مش عارفين نتصرف وبنقاوح فكرة ان انا فعلا اه مش عيب ان انا اروح لاستشاري نفسي او حد يساعدني من اللي بيساعد يعني الهيلنج لحد يقوله فكر ازاي يفكر معاه انا مش قادر اخور قرار في حاجة انا ضعيف في الحتة دي واعترف بعيوبي يعني اهم حاجة ان الواحد يعرف حتى نقطة الضعف اللي عنده وانها عايزة مساعدة من الاخرين مش يا مونة دي حاجة مش مهمة دي حاجة مهمة جدا انا شايفة ان احنا دلوقتي في احواج الاوقات ان احنا دايما يبقى عندنا حد نعرف نتكلم معاه حد يكون حيادي حد يعرف يقول لنا مثلا زي ما مونة بتقول مثلا ان احنا ضعاف او مش عارفين نتصرف في حاجة وعندنا مشكلة ما لازم ان احنا دايما نبقى في دعم او في حد بيدعمني او حد في ظهري او حد اعرف اتكلم معاه وانه يوجهني او يديني مثلا فكرة ما كنتش انا شايفاها استشاري اثري استشاري نفسي وده مش عيب واعتقد انه كمان من الوعي بتاع الشعب المصري انه بقى يروح عادي دلوقتي عادي ان انا روح لطبيب نفسي عادي ان انا روح لحد يساعدني نفسيا يدعمني زي ما همها بتقول مش عيب ابدا ولا حاجة ده علم وزيه زي اي حاجة لان انا قد لا اعلم ازاي اتصرف في موضوع معين او في موقف معين او في تقديم حاجة مصيرية لحياتي مثلا مش نفسي بس محتاجة حد يفكر معايا محتاجة بقولوا ايه النصيحة صح صح صح